العبادة الصحيحة هي ما كان فيه ثلاث عناصر واحد أن يكون صاحبها مؤمنا ثانيا أن تكون موافقة لما شاء بهن الله سلم فإذا فعل شيء يخالف ما شاء بهن الله سلم وخالفها للشريعة عبد عبادة معناها صلى عشر ركعات في الظهر أو في العصر أو رأيته كذلك يقرأ شيء من غير القرآن في الصلاة فهذه العبادة غير صحية إلا مخالفة لما جاء بهن الله سلم صلوك ما رأيتمون يصلي صحيح ثالث شيء أن تكون خالصة لله تعالى وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى أو العبد نفسه صاحب العمل هل أشرك مع الله تعالى في هذه الصلاة غيره؟ هل أراد بها أن يراه الناس يصلي؟ كيف ممكن أن أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادة معينة دكتور؟ معناها إشتراكة ليس إشتراكة كلي وإنما هو إشتراكة جزء معناه تريد أن يمدحك الناس على صلاتك وكأنك أشتركت بالله تعالى صحيح الحديث القدسي أنا أغنى الشركة من أشترك معي غيري تركته هو شركة معنا تركته أنا غني مثل هذه الأمور يقع فيها أي شخص؟ ممكن أن يقع فيها أي شخص دكتور؟ نعم لذلك الرقابة وتدقيق في العبادات ضروري لأن الكثير من الناس يرى أنه قد صلى وأنه قد عبد وعبد والكثير من العبادات يظهر لكن هذه العبادات يمر عليها الرية وأنها مراءة الناس يراك الناس تفعلها من أجل أن يراك الناس داعي تدعو من أجل أن يراك الناس أنك داعي وأنك كذا تنفق من أجل أن يراك الناس الله تعالى يعلم ما في قلبك صح طبعا فإذا كنت قاصدا لله سبحانه وتعالى بتلك العبادة ولم تدخل فيها غيره حتى ولو هنا عليك الناس بها فهذا لا يضرر